طيب معلش انا اسف للمقاطع انا عايزك تسترسل كل شيء بس انا برضو عايز اوصل للنقطة اللي بحاول افهمها مين اللي هيب عنده حسابات مع الكابتن محمد عمر يعني مثلا انا افهم انه لو الكابتن محمد عمر عنده تطلعات ليبقى مدير فني وفي واحد جنبه عايز ياخد منه المنصب ده فانا احاول من ورا كده اوقع الكابتن محمد عمر لو كابتن محمد عمر له تطلعات ادريه مثلا برئيس النادي فافهم انه في حد بيحاول يعمل حاجة عشان الكابتن محمد عمر لو كابتن محمد عمر بيجيب لعيبة بعينهم ويمشي لعيبة بعينهم فافهم انه لا انا عايز ادقي الكابتن محمد عمر عشان عايز اخش اناجي بلعيبة ايه مين اللي هيبقى عنده مشكلة مع الكابتن محمد عمر وليه دول في كل مؤسسات الدولة على insightful يعني ملهمش متقدرش تقول دول ملتهم ايه صح بس دول ببقى ليهم اهداف هم عايزين يوصلوا له مع كابتن محمد عمر أهدفهم مي أنت عايز توصل لإيه والله أنا شخصية مش عارف لكن هو خالف طارق أنا مش عايز حاجة أصلي أنت كابتن محمد عمر بقول كده يعني بحط نفس مكانك أنا مش عايز حاجة فأنت عايز مني أنت إيه بقى منك إيه مش عايز حاجة والله أنا الحقيقة ما أقدرش أجاوب على السؤال ده بشكل قاطع يعني لكن هما على فكرة يعني هاختصر لك الكلام اللي أنت قلته يا كريم في كلمة واحدة هما أشكال وأنواع أنا عارف دي كويس دور دايما على أصحاب الإشاعات المغرضة في كل مؤسسات الدولة هتحط رقم واحد الإخوان وده على مسؤوليتي تانية مصالح شخصية اللي فلان وعلانه بتاعه ودي حاجات الحياة بتبقى مترتبة بيقعدوا رتبوها أنا بعيد أوه عن الكلام ده يعني على سبيل المثال مثلا لما يتكتب إن محمد عمر هو اللي اختار اللعيبة اللي موجودة حاليا في نادي الاتحاد اسكندري طيب أنا هقول مفاجأة دلوقتي يعني أنا يشرفني إن أنا اتعاملتي مع المجموعة اللعيبة دي أنا في مجموعة دربتها قبل كده وفي مجموعة جديدة جات لنا ممتازة جدا بالمناسبة أكتسة ولكن بالمناسبة لتحدى عنده مجموعة لعبين مميزين تمام والدور الأولاني كانوا رائعين جدا صح حصل مشاكل للدوري التاني وحصل فجوة كبيرة أنا من وجهة نظري هي اللي خلت الأمور غير مستقرة وهي استقالة الأستاذ محمد مسلحي وكان زوران وقتها عايز يمشي فأصبح فيه فراغ كبير جدا أثر على اللعيبة اللعيبة مش عارفة تتعامل مع مين ليهم مستحقات الكلام ده كله فده أثر على النتائج أنا موجهة نظري يعني في النهاية لا أولا هنوصل لموضوع النتائج دي بس حالي قلت ليه فيه مفاجأة في موضوع اللعبين اللعبين لأول مرة يعني السنة دي نشتغل بنظام الحقيقة يعني كنا مفتقدين من سنوات طويلة يعني احنا هنجيب مدارب أجنبي وعلى فكرة أنا كنت يعني من ضمن الناس اللي زكت مستر زوران على السي في بتاعه السي في كويس وشفت فيه مدارب هيبقى كويس يعني وفي نفس الوقت أنا آسف أنا آسف مقاطعة برضو أنت زكيت مدارب ييجي بعديك أنا بس بقدر ملحوظة للناس إلا حالي كنت مدير فني بتختم موسم مع الاتحاد وبينك وصين كده بتنقذ الاتحاد الموسم الماضي من الوضع السيء جدا أنت كمان بتزكي مدير فني ييجي بعديك يعني واحد غيرك لو لها أغراط هيقول إيه لا المدارب ده مش كويس فتبدل تقولي سيبقى دي كلها وحشة 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 الحد بيقوله إيه طب كلا بفيش غريك كابتن محمد عمر ما سألن يعني صحيح أنا بحاول بس أوري الصورة للناس صحيح أنا كلامك صح وهرجع لك خطوة أنا لما جيت آخر خمس مباريات كان الأستاذ محمد مسلح يقال لي الخمس مباريات والموسم الجديد كان عنده قناعة تامة أن أنا إن شاء الله أعدي بالفرقة من المرحلة الصعبة لندي على فكرة خمس مرة ندي الاتحاد يبقى في الأزمة وقت عادي في السعودية وفي الأردن وفي عمان وارجع بدون أي تفكير ونصيبه راية فلوس يعني كتير يعني عشان هنيجي على كسف الفلوس دي شوية كده فقلت له يا أستاذ محمد أنا هبقى صريح معاك هكمل الخمس مطشات وأنا مش هقدر أتولى المسئولية يعز علي أن أنا أقول كده لكن أنا ظروف شغلي دلوقتي معظمها في القاهرة التدريب لازم تكون يوميا موجود في الملعب وده مش هيبقى متاح فالرجل تفهم الحقيقة الموقف وقال لي خلاص يبقى مدير رياضي واتخد قراري أنه بقى مدير رياضي وبرضو حتة المدير الرياضي لأن بعض الناس تكلمت فيها أنا مش متواجد مثلا في المطشات مش قاعد على الدكة مش الكلام ده كله ما هو دور المدير الرياضي عالميا ومحليا صحيح مع الناس انت عارف اللي عايز يقول إشاعاته خلاص فبيلطش وهرتل في الكلام يعني مدير رياضي في أوروبا وانت عارف أكتر من يا كريم هو كل حاجة في النادي بيختار اللعبة بيمشي اللعبة بيختار المدرب بيمشي المدرب هو كل شيء صحيح وقاعد في المدرج ده لا علاقة بقى بكتاعات النشئين كمان كل حاجة تعلق بكرة القدم في النادي صحيح كان برضو كنت صريح لأن أنا تعودت على الصراحة دايما مفيش أحسن منها يعني قلت لأستاذ محمد ولما جبنا بقى زوران وزكيت أنا زوران وهكذا يعني كان الراجل موجود وقلت له أنا أكون صريح أنا معظم وقت مش موجود فأنا هبقى مدير رياضي مفهوم المدير الرياضي في مصر فيه تضارب يعني فيه ناس تليوم قاعدين على الدكة وأنا هجيت نظري ده غلط أتفين معك فأنا قلت لهم هبقى مدير رياضي منصب وظيفي ملوش علاقة بالفنيات ده كان شارتي أنا هو بيعتمد على العلاقات في تزليل أمور كثيرة جدا وأكم من أمور ومشاكل اتحلت بدون أي ضجيج تعرف يا كريم أنت عشرتين يعني أنا مش من نوع اللي بحب الظهور كتير ولا أقول أنا عملت وأنا حليت ولا تبعث لصحفي أقول إن وكابتن محمد عمر حاجة زي كده النهاردة ولا قال له يا كريم أنا عملت كذا كذا بقى النهاردة تكلم عن الكوز أنا بس بقول للناس الحاجات اللي بتحصل اللي هو إيه أنت مش تطلع أنت مش تول حاجة بس هتعرف تخلي الناس تتحدث عنك مش أنت تتحدث عن نفسك ودي عمل لي مشكلة على فكرة عمل لي مشكلة عند الناس دي اللي بتهجمني بدون معرفهم ولا يعرفوني وكلام كله غلط الحقيقة يعني إن أنا مش من نوع اللي بتواصل مع الناس وأعود راتب أمور ونزلولي كذا وعملولي كذا والحكاية دي أنا ماليش في الكلام ده كله أنا من بيتي زي ما بيقولوا للشغلي وهكذا معرف سحاجة الاتحاد ده قصة بالنسبة لي بس فأمارس بوزن لنقطة اللعيبة بقى طيب الشيحة اللي بتاعت مننا برضو إنه اللعيبة اتقال إن حضراتك اللي اخترت كل اللعيبة دي شرف ليا لو أنا اللي اخترتهم اللعيبة دي كانوا بيشيدوا بيها في الدور الأول صحية بين يوم وليلة بقوا وحشين دي نمرة واحد نمرة اتنين فيه آلية زي ما قلتلك لاختيار اللعيبة الجدد خاصة مع مدرب أجنبي ما يعرفش اللعيبة ودخلين على فترة أداد فكان فيه لعيبة خاصة للأجانب السيد محمد مسلحي فيديوهات يبعتها لي أو مصريين على فكرة أنا أخذ هذه الفيديوهات وأعد أوديها لمستر زوران يتفرج وهو اللي ينقه هو عايز مين أقسم بالله ما في لعيب أنا نقته مستر زوران هو اللي نقه كل اللعيبين وبالتالي موضوع اللعيبين ده ده بالعكس ده شرف لي أن أنا أناق المجموعة اللي موجودة دي لعيبة كلها متميزة أخلاقيا وبعدين كده كنا بنراعي في حتة اللعيبة بعد ما المدرب يختار كان أستاذ محمد يقول لي استفسار لي عن السلوكيات ودي كانت نقطة مهمة جدا أنا بقيت مبسوط وهو بقول لي كده فيه لعيبة أنا أعرفها شخصيا خلاص ما فيش خلاف اللعيب اللي معرفهش كنت تسأل مدربه اللي فات واللي فات واللي فات وهكذا لحد ما أطلع بصورة كاملة فالحمد لله جبنا لعيبة فنيا وسلوكيا متميزين جدا يعني فأدي موضوع اللعيبة بمنتهى البساطة فأدي موضوع اللعيب